يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ينبغي للمسلم أن يؤمن بهذا الأمر الذي أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجوهن يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة قال الله عز وجل على الأرائك ينظرون وقال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل للذين أحسن الحسن وزيادة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير أبي بكر رضي الله عنه وتفسير المسلمين وفي حدث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضعمون في رؤيته وكان هذا ردا على سؤالهم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر والحديث في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب المسندة ولا مطعن فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا هذا في الدنيا فلذلك لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني أيه الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فمن بغي لنا أن ندعو الله عز وجل أن يهيئ لنا الأعمال التي تؤدي إلى نعيم الجنة ومنها النظر إلى وجهه هذه اللذة التي لا تعدلها لذة من أجلها تنافس المتنافسون وشمر المشمرون فهو سبحانه الجميل في ذاته وصفاته وأفعاله وأما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار فليس معناه أنها لا تراه يوم القيامة ولكن يرى ولا يحاط به لأنه الواسع المجيد الكبير العظيم والله مستعان